هلاو بنات رجعتوا اياكم بالفيديو الثاني للقصة الثانية الخاصة باليونت الثاني جدا مهمة وزارية شنو وصلنا وياكم ما هي هوايتك ما هي هوايتك يونتو لسن 10 بنات اتفاقوا لسنة 25 ويوجد لسن 10 ما هي هوايتك ما هي الهواية ما هي اكثر الهوايات popular شعبية منتشرة اقرأ مقالة المجلة واستخرجها نجي شي قولي هنا بنات هل لديك هواية ما هي الهواية اذا هذا تعريف الهواية ومكرر جدا بالوزاري مهم بصورة عامة this is something إنها شيئا ما يدو أنت تفعله in your spare time في وقت فراغك for enjoyment للاستمتاع عن relaxation والاسترخاء إذن هذا تعريف الهواية هذا كل تعريف الهواية rather than فضلا عن something شيئا ما يدو أنت تفعله to learn to earn لتكسب money لتكسب النقود مرات الهواية تتطور والصير مثل المهنة مثلا هاي الاشياء اليدوية اللي يسووها بنات thought sometimes بالرغم أنه بعض الأوقات oh hobby الهواية can't turn يمكن أن تتحول into a job كمهنة مثل ما قلت لكم hobby إذا الهوايات can't include هاي جدا مهمة هذا جدا مهمة شنو تتضمن الهواية شنو الأشياء الموجودة إحنا نسويها كهواية collecting things جمع الأشياء doing something creative أو فعل أو عمل شيئا ما creative مبدع or artistic فني playing sports عمل الرياضة and other games والألعاب الأخرى إذن ماذا تتضمن الهواية هاي تجيكم إما سؤال أو فراغ ديروا بالكم of course بالطبع simply watching television ببساطة مشاهدة التلفاز by controlling participating in a particular hobby يعني شنو بنات هنا simply ببساطة watching television مشاهدة التلفاز يعني مرات الهواية بس يعني تقعدين تباعين تلفزيون by controlling participating in a particular hobby ماذا يمكن أن يعني نحصل من الهواية شنو الفائدة من الهواية هذا مهم يكسب مهارات مهارات في ذلك المجال يعني واحد يتخصص بشغلة ويبدع بيها يعني مو يشتغل أكثر من شغلة وهو ما يعني ما يحصل شي لا واحد يحدد نفسه بشغلة وحدة بهواية وحدة عالمود يبدع بيها خلاصنا من the first text النص الأول نجي على النص الثاني شنو النص الثاني بنات if you live near the river إذا كنت تعيش بالقلب من النهر you may سوف تكون enjoy enjoy swimming سوف تستمتع you may enjoy swimming سوف تستمتع بالسباحة or fishing or sight on swallowing hot في يوم حار day في يوم حار فائق الحرارة there is nothing more refreshing ليس هنالك أكثر مؤنعاش than jumping من شنو القفز into the cool water في المياه الباردة and it's fun to raise ومن الممتع أن تتسابق your friends مع أصدقائك to the other side إلى الجانب الآخر يعني يسون مسابقة مع السباحة with enough practice مع التمرين الكافي هذا مهم with enough practice مع التمرين الكافي you may even أنت تستطيع حتى get fast enough أن تكون سريع كفاية to train to enter ليمكنك من الدخول competitions المنافسات and one day وفي يوم من الأيام compete تتنافس in the ASEAN games في الألعاب الآسيوية or the Olympics أو الألعاب الأولمبية like محمد أحمد مثل اللاعب محمد أحمد ضياء العزاوي did in 2012 اللي يفاز بالبطولة عام 2012 هذا خلاصنا من النص الثاني اللي يخص لسويمينغ السباحة نيجي على النص third text النص الثالث خلي نشوفه شنو هذا النص الثالث بنات if swimming sounds إذا كانت السباحة تبدو like too much hard work عمل صعب جدا يعني شي صعب ممكن للناس تستطيع السباحة fishing الصيد maybe more يمكن أن يكون أكثر your kind of hobby من هواية traditionally fishing is something بصورة تقليدية fishing is something الصيد هو شيئا ما fathers الآباء often enjoyed يستمتعون بفعله teaching بتعليمه their sons إلى الأبناء many people الكثير من الناس find there يجدون بأنه is nothing more relaxing ليس هناك أكثر مكان للإسترخاء than sitting من الجلوس next to a beautiful lake بجانب بحيرة جميلة or river أو نهر watching nature ومشاهدة الطبيعة يعني واحد يقعد عشط بنات جدا مريحة قاعدة الشاط and feeling part of it والشعور بأنه جزء منها if you are really lucky وإذا كنت جدا أنت محظوظ you may even تستطيع حتى catch something الصياد شيئا ما to take home for dinner وتأخذه البيتك للعشد تسوه غدا أو عشد خلصنا من النص الثالث اللي يخص الفيشنج الصيد نروح على الثير تكست اللي يخص الجلري المجوهرات خلنشو being creative أن تكون مبدع عند ميكينج وتصنع things الأشياء يمكن كذلك بي extremely enjoyable إنه متعة خارقة متعة كبرى جلري المجوهرات making is a hobby which goes back many hundreds of years الجلري هذا طبعا صناعة المجوهرات هذا تعريف جلري ميكينج صناعة المجوهرات هذا مهم هذا تعريف إنها هواية تعود back إلى many hundreds of years إلى آلاف السنين الماضية هذا تعريف هاي إلى هنان تعريف الميكينج جلري تستطيع عمل قلائد جميلة برايكل أساور and earrings وتراجي using many different materials باستخدام أشياء مختلفة مواد مختلفة تتضمن شنو هاي تضمن الأشياء اللي نستعها اللي بالمجوهرات اللي تدخل بصناعة المجوهرات شنية silver glass heats خرز فضية and even shells والصدف they make wonderful gifts يمكن أن تصنع هدايا رائعة for your family العائلتك and friends to أصدقائك أيضا خلصنا هسا من الجلري ميكينج هسا نجي على وين بلانكت ويفينج الأخطية الحياكة another ancient graft حرفة قديمة أخرى another ancient graft حرفة قديمة أخرى still popular لا تزال شعبية موجودة منتشرة in many homes في كثير من المنازل is blanket ويفينج إذن هذا تعريفه هذا another ancient graft still popular in many homes هذا تعريف البلانكت ويفينج أوكي many communities العديد من communities شون أقولها communities يا ربي أعوذ بالله الناس يعني share تتبادل المواد and you can great وتستطيع أن تصنع beautiful patterns نماذج جميلة using wool باستخايا الأشياء اللي داخل بالحياكة شنه هاي بنات شنه الأشياء اللي داخل بالحياكة جدا مهمة بالوزارة يجيكون فراغات أو سؤال وجواب شنه الأشياء اللي نستخدم ها بالحياكة communities هسا ذكرتها مجتمعات بنات many communities الكثير من المجتمعات share تتشارك اليوم and you can create beautiful patterns وتستطيع أن تصنع نماذج جميلة using باستخدام wool الصوف فلت شعر سلك السلك النايلون أو موهير هاي النوع من أنواع الصوف the patterns النماذج on the blanket للأغطية can vary form region vary تتنوع من منطقة or region to region تتنوع vary can vary تتنوع from region to region من منطقة إلى أخرى and popular colors والألوان الدارجة are bright reds الأحمر اللماء الهي اللون الأحمر الفاقع orange البرتقالي browns الجوزي yellows الأصفر and blues والأزرق you need أنت تحتاج الوطو هذا مهم شنو إحنا نحتاج بالحياكة صناعة الحياكة الزوالي الأغطية اليدوية مو ها السلي بالمكينة لا هاي أيام زمان اللي كانوا هم بإيدهم يسووها you need أنت تحتاج الكثير من الصبر for this hobby لهذه الهواية as it takes long time لأنها تأخذ وقت طويل to make لتصنع one blanket نموذج واحد غطاء واحد but it's something for your family to treasure ولكنه شيئا تصنعه لعائلتك to treasure for generation للأجيال فعلا الأشياء القديمة المصنوعة يدوية هاي تكون مثلا بنات شون إحنا نقول هاي الأشياء النادرة اللي بعد ما موجودة بهذا الوقت أوكي فهذه القطعة اللي موجودة بالكتاب هسه نجي على الأسئلة مالتها بنات نجي على الأسئلة الخاصة بالقطعة شي يقول لي إهنان what is a hobby ما هي الهواية طبعا هاي أكو طالبة أخذتها من عندي الملزمة وشوفوا سوت لي بيها شوفوا سوت لي بيها شوفوا خربطتها كلية والله العظيم واحد ينطي شغله وبعدين شي يقول لي السؤال الأول what هنان هاي كلمة what بنات what is a hobby ما هي الهواية ما هي الهواية هاي تعريف الهواية شي يقول لي هنان تعريف الهواية is something إنها شيئا ما يودو أنت تفعله in your spare time في وقت فراغك for enjoyment للاستمتاع عن relaxation والاسترخاء هاي الأسئلة أريد تكتبوها بالدفتر هذه الأسئلة تكتب في الدفتر مع عنوان تكتبين لي فوق what is your hobby lesson 10 page 25 وتكتبين هاي الأسئلة معلتها number 2 what can hobby include ماذا يمكن أن تتضمن الهواية شدو تضمن الهواية بنات they include collecting things جمع الأشياء doing something creative وفعل شيئا ما خلاق or artistic فني playing sports لعب الرياضة and other games والألعاب الأخرى number 3 what can a person a cure ماذا يمكن للإنسان أن يحصل by practicing by participating in a particular hobby في يعني ما يعني واحد مني يتحدد بمهنة بهواية وحدة شنو يقدر يستفاد من عده شنو فائدة الهواية being creative أن تكون مبدع and making things وتصنع الأشياء can be extremely enjoyable يمكن أن تكون ممتعة number 4 how can anyone enter competition كيف يمكن لأي شخص دخول منافسات and compete وتنافس in ASEAN games في الألعاب الأسيوية and olympics والأولمبية شن واحد يقدر يدخل للألعاب الأولمبية with enough practice بالتمرين الكافي بالتمرين الكافي فقط هذا الجواب فقط هذا الجواب number 5 how do many people find fishing كيف كيف يجد الناس الصيد شون واحد مني صيد شنو يستفاد من عنده more relaxing جدا يسترخي by sitting للجلوس near a lake بالقرب من البحيرة أو الريفر أو النهر watching the natural لمشاهدة الطبيعة and feeling part of it والشعور بأنه جزء منها number 6 is blanket weaving هل الحياكة still popular لا تزال مشهورة in many homes في الكثير من ال homes البلدان البيوت المجتمعات شا أقول لي yes it is نعم number 7 what do weavers ماذا يحتاج use النساجون يحتاجون to create أن يصنع beautiful patterns نماذج جميلة شون يحتاجون بالحياكة بنات هاي مهمة يجيج فراغ صح وغلط سؤال وجواب they use يستخدمون wool salt silk and mohair أربع أشياء number 8 do we need a lot of patience هل نحتاج الكثير من الصبر in blanket weaving poppy hoppy هاي مو poppy هذا حرف ال H في الهواية نحتاج للصبر بالحياكة yes we do نعم نحتاج هذا هسه النوع الأول من الأسئلة بنات السؤال وجواب هسه راح نيجي عن نوع الثاني اللي يكون شنو مثل التعريف ينطيني تعريف الهواية يريد مني العنوان شوفوا number 1 I get small pieces of glasses أنا لدي قطع صغيرة من small pieces قطع صغيرة of glass من الزجاج metal or shell أو الصدف aren't great things وأصنع الأشياء for people للناس to wear للبس للارتداء شنو الأشياء اللي قطع بيها صغيرة بيها صدف و glass و metal معدن شنو jewelry making صناعة المجوهرات شوفوا بنات يطيش التعريف كامل يريد مني اسم الهواية jewelry making number 2 I sit by the river أنا أجلس عند النهر with long thin road مع خيط طويل رفيع شنو هاي بنات اللي يستخدم خيط طويل رفيع يقعد بصف النهر ليش fishing للصيد number 3 I use colorful sheets to make something to keep you warm أنا أستخدم colorful sheets خيوط ملونة to make لأصنع something شيئا ما to keep you warm لتحافظ عليك دافئ شنو هاي بنات اللي بيها خيوط ملونة والدفيني blanket weaving الحياكة number 4 I work أنا أعمل hard بجد to go further and faster أن أكون أسرع my hobby هوايتي ما يستعني I get wet أن أكون مبلل شنو هاي الهواية اللي واحد يتبلل بها ولازم يكون سريع swimming السباحة number 5 my hobby هوايتي is very relaxing هي جدا استرخاء I just أنا فقط sit and watch from my comfortable chair أنا فقط أجلس وأشاهد من كرسي أو القنفة المريحة مالتي اللي هي شنية watching TV watching TV وديروا بالكم أكو أشياء ذكرت هسة أنا شرحتها بالقصة ما موجودة بالأسئلة لازم أنتو حافظيها أكو أكو بنات